أنا أرغب على الله من المساعدة من المساعدة من المساعدة من الله الله أكبر والمساعدة والمساعدة اليوم هو رجال 2 أبريل عام 2019، المساعدة 3-4-6 يقومون بمساعدة من المساعدة من المساعدة أحياني أحياني وأحياني سأشتغل معاقب عن أبناء المساعدة قليلاً سألتبع بلاحظة إلى هناك تعلم أن هذه الحياة منذ المشكلة يجب علينا أن نكون حقاً في طريقه. كان لدينا مجدداً لكي نحصل معه. أعود إلى التابك. في الأولى التابك، بالطبع، 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 المصدر للغريق في الوقت الماضي. في الولايات الماضية كانت قرية في الهبوية لأنه موسيسي بابنهم سجد المسيجين بعده. كل منهم كانوا في بلسطين. وهمهرباء المسلمين كانت في الحبير وعندما كانت المباشرة من المباشرة والمعرفة إلى المغرب، وعندما كان الأشخاص من الإسرائيل والجوز children were born in Greek and were cultured with Greek culture and Greek language, and the Jews have to translate the Hebrew scripture into the Greek language so that their kids يمكنهم أن يفهم المساجة. لذلك يجب عليهم سبع 72 من المساجين. لا نعلم إذا كانوا سبعين أو سبعين. لا نعلم إذا كانوا سبعهم وقالوا لهم سبع 70 دقيقة للتسلم الأولى من العبور إلى العبور. وفي هذه المساجة هناك الكثير من المساجة في هذه المساجة. ومن هناك يبقى يبقى المساجة إلى أي المساجة من هذه المساجة التي تحتاج إلى المساجة. لذا إذا كانوا سبعين أو المساجة إلى العبور من المساجة إلى المساجة إلى المساجة من المساجة ، هنا أحدث عن العرنجة. سأخبر المهمة هنا من العرنجة العرنجة العربية و العرنجة العرنجة العربية. هناك الكتاب الحياة في العرنجة العربية كتاب المقدس. الحياة العربية. وهذا هو قرأ هنا. سأقوم بقيت هنا. أشعية حسنا. سأقوم بقيت هنا. شيء عن الحياة. في العرنجة العربية هناك الكثير من المتحدة عن المتحدة المتحدة. ولكن نحن نضيف أن هذا المتحدة هو المتحدة تقلق أسواء ليس المتحدة المتحدة التي العرنجة تبحث عنها لأن هناك الكثير من المتحدة في الأولى الأولى سيخبره أنه أي مسيحة أو أي مسيحة أو أي مسيحة أو أي مسيحة وإذا تذهب إلى الدكتورة الحقيقية سيخبرك أن هناك 24 مسيحة وكل منهم فلس مسيحة وكثير منهم وكثير من الناس يتبعونه وموتوا بين 500 إلى 600 من الناس يتبعون هذا المسيحة يتبعون المرسون لأنهم يعتقد أن هذا المسيحة هو المسيحة المسيحة التي كانت تبحث عنه الآن يتبعون وإنه كانت مجرد مجرد لأنه لم يتبع كل المنزل في الماضي أقل الضم أقل هنا أقل هنا 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 آر يقول سيكون هناك تحرير في إسرائيل 714 في سبيل المحصول الذي يسرى في أسرائيل 714 في سبيل المحصولة المحصولة أن هذه المساعدة يقول لنا أن المساعدة سيصنع أهل وأن هذا المساعده يجب أن يكون إمانيويل. إمانيويل يعني أنه يكون إمانيويل معنا. دعني أرى هذه المساعدة. إمانيويل 740. يقول هنا. حسنًا. سوف يضع لك المساعدة. ماذا هو المساعدة؟ أسمع المساعدة مغنية في إمانيويل. يقول هنا. وهذه المساعدة يقول لك أن المساعدة هو المساعدة مغنية. أنه يتحدث عن جميع المساعدة في حياته وهي إزائيه المساعدة سيكون لديه أسنى وهذا أسنى سيكون إمانيويل إمانيويل هو أسنى إزائيه إمانيويل هو أسنى إزائيه أنه يتحدث عن جميع المساعدة والذي قد يتحدث عن جميع المساعدة وهذا أسنى سيكون إزائيه إمانيويل هو أسنى إزائيه لكن المساعدة والكريسيين قالوا لا هذه هي تحديث عن إزائيه هيا الكتابة المساعدة يتحدث عن جميع المساعدة في حياته listening to the young woman in his lifetime at that time that one woman she born a son and that son his name was Immanuel and his son of Isaiah and all of them died Isaiah died the woman died Isaiah's wife and the son died We just talk about the young woman in his lifetime at that time no but they said no a virgin Young woman is not a virgin okay young woman could be a young but she is not a virgin even here in these translations which is still good enough she is here I am gonna read it in Arabic okay Zaya 714 here he says here ها العذرة تحبل وتلت ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل الآن هنا عذرة عذرة is virgin is wrong translation Arabic هنا says young woman he says العذرة virgin this translation Arabic says العذرة wait a minute عذرة it means a virgin never know somebody sexual wise before she's still virgin here the translation in English it says young woman young woman صبيه صبيه in Arabic صبيه and that صبيه could be not virgin and that صبيه she has husband which is Isaiah she's not virgin but this Arabic says العذرة virgin now this means leading translation anyhow we will go through this prophecy by prophecy and we'll find we will find that the Christian try to apply this prophecies which is not which is nonsense and then talk about Jesus Jesus we'll talk about Jesus as Yeshu in Arabic not as Isa in Arabic now Jesus is not the Messiah and he is not the Messiah in the Quran he's not Isa Yeshu is not Isa gonna put this in Arabic He says Yeshu calls Yeshu in Arabic is not the Messiah call him Isa it is different personalities though all of them this man claim is the Messiah in Yeshu but he was false one and Isa the Quran is the right Messiah now we'll find out why the Jews reject both of them reject Yeshu and reject Isa again and again it's not honest translation version means a woman she knows nothing now how come version she still be version and if she knows somebody she's not version anymore anyhow so this is a mistake in translation and is not honest in translation if it's deliberately that's difficult and they didn't mean it that's still honest and is still a mistake also it's talk about here in Isaiah 8 8 it says Emmanuel but an honest translation here they said here God with us but this is here Emmanuel I don't know how people translation names Emmanuel keep it Emmanuel like Israel okay Israel keep it as Israel okay Emmanuel keep it as Emmanuel but in the same you can't put it in foot print and says God with us but don't put it into the text an amazing situation really it fascinated me actually enough here in Arabic it says Emmanuel says Emmanuel Emmanuel okay going back to Isaiah okay I don't know how people are acting but that's the way we would ask okay let me go to Isaiah okay okay coming here back you know we still have to face this kind of mistakes and try to correct it now I'm gonna read Isaiah 8 8 here says I'm gonna do I'm gonna read it in Arabic he talked about somebody in that lifetime come on man how can you put this prophecy to Jesus this is this is nonsense actually he's talking about somebody in his lifetime he's talking about Emmanuel he's addressing Emmanuel this son addressing him he's talking about Emmanuel or Emmanuel I think I'm gonna stop here and again and again I'm gonna apologize for my people my brothers and colleagues and you know you know gonna apologize for this about one month I didn't put this but but opposite but by God will and by God help I'm gonna continue show you something I believe it is new to all of us because the problem was actually the Jews you know they are close society they didn't call for they didn't preach their scripture they didn't call for their religions but the Christians told their kids you know they said okay stay as Jews but accept Jesus your Messiah and you know the kids of the children of the Jews most of them they are behind the passions like most of the youths and their missionaries succeed to turn out the Jews kids to accept Jesus and stay as Jews and they are deceiving people actually the missionary deceive people now the Jews realize they have to fight back and then they prove the point that Christians were very they were wrong and then now the prophecies in the old scripture they are not the prophecies that Christian claim and then the Jews brought back their kids from the Christian Christian missionaries and then we will keep going in this longer trend to prove to people that it was not sure most of all I would say all as much as my knowledge goes all the prophecies in the old testament that didn't set the Jesus which came for some 2000 years ago back anyhow I wish that will benefit from the scamming opposites and I urge my people to torture and to try to listen to the opposites with open eyes and open ears and they have to be imprisoned and present mind to know that thing because it's going to be like swimming in the ocean with the torrential wind and torrential waves also and the torrential waves can sink the big ship you know at least the big ship face critical and crucial moments crossing the ocean anyhow till I see you guys I love you and I urge you to write in the comments thank you about what I said and if I said something wrong and I'm sure I will do I need you guys to correct me because I need you to correct me whenever necessary to go back to the straight path and to learn more of you we are all of us students in this life the life is our mother to teach us a lot of things till the day we live this life till the day we passed away to the day we kept up the ghost and then because I need somebody not to flatter me but to tell me the truth tell me the truth plainly I am in a time and age I think I need to hear the truth not curtesis not flatter not compliments I need the truth plainly plainly truth till I see you I will ask Allah to keep us after we work very hard of course he will do thank you very much and peace be unto you your brother in humanity and the faith Saeed Shafa Qatani